اشتركوا في القناة وصلني رد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان الجواب الشافي اللطيف وقد رد فيه الشيخ أسامة رفاعي عما فعله عند قبل الشيخ عدنان السقى غفر الله لنا وله فرد الشيخ أسامة عما فعله وذبى عن موقفه فأرسل لي بعض الإخوة هذا الرد وقالوا لي هل هو رد مقنع حتى نتوب إلى الله عز وجل من إنكارنا على الشيخ أم أن الشيخ أصر على خطائه ولم يأتي بجديد فاستمعت إلى الرد فوجدت بأن الشيخ هدان الله وإياه لم يأتي بجديد وسأعلق على بعض النقاط التي ذكرها الشيخ أسامة بدأ كلامه بقوله أن أمور العقيدة لا تثبت في القلب بشكلها الصحيح بمجرد النقاش والجدل إنما الذي يثبت العقيدة بشكلها الصحيح أن يقرأها في قتب المشايخ المتقنين لها ثم قال أحب أن أؤكد لك لهذا الذي يتكلم معه أن العقيدة خاصة من بين كل العلوم لا بد أن تأخذ من منابعه ومصادره لا من المناقشات والمجادلات هذه لا تأتي بنتيجة إذن هنا كلام سليم أيها الإخوة العقيدة لا تأخذ من المناقشات والمجادلات لابد أن تأخذ العقيدة من مصادرها الأصلية هذا كلام حق لا مريد فيه ثم قال علمنا مشايخنا أن نقرأ يعني قرأنا عليهم كتب أهل السنة والجماعة كتب الأشاعر والما تريدية ثم بعد ذلك بعد أن أقرؤون هذه الكتب لم يأذنوا لنا بالجدل والمناقشات وغير ذلك إذن المصادر التي يحيلنا عليها الشيخ أسامة هي كتب الأشاعر والما تريدية ظنمت منه أنه سيحيلنا إلى كتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرا وأحسن تأويل هكذا ظننت لكن خاب ظني ووجهنا الشيخ إلى أين إلى كتب الأشاعر والما تريدية انظروا إلى هذه الجزئية أيها الإخوة قال عندما أقرأوهم هذه الكتب ماذا فعلوا لم يأذنوا لهم بالجدل والمناقشات يعني خذ هذا العلم وصم أذنيك وسر في طريقك ولا تلتفت وإياك أن تسمع قول الحق من أحد مهما كنت على علم ودراية فربما تكون على خطأ فلماذا تصم أذنيك عن سماع الحق نعم قال إنما أمرونا بأن نقرأ كتب الآخرين نقرأ كتب ابن تيمية والسيء وسيدنا ابن القيم الجوزية قرأنا هذه الكتب ولو كان رأيهم مخالف ينبغي أن نأخذه من مصادره لست أدري ما الفائدة من قراءة كتب ابن تيمية وسيدنا ابن القيم لست أدري ما الغاية منها أنا عندما أقرأ كتب المخالفين أقرأ كتب المخالفين حتى أحذر منها وحتى أنصح الناس بأن يتجنبوا هذه العقائد المنحرفة فلماذا قرأت كتب ابن تيمية وسيدنا ابن القيم لست أدري نعم ثم قال الشيخ قال بأن يكون في كفالة وحضانة سيدنا أبي أيوب قال هذا باب الشفاعة أن يكون شفيعا له عند الله ثم أخذ يفصل في المسألة فقال إن طلابهم الصغار قال يتعلمون في مبادئ العقيدة أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله تبارك وتعالى لأنهم يقرؤون في كتاب الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والسؤال هنا أيها الإخوة هل أذن الله عز وجل لنا أن نسأل أهل القبور هل هناك إذن من الله عز وجل أن نأتي أهل القبور وأن نطلب منهم الشفاعة هذا السؤال ليتني أسمع إجابة عليه من أين أتينا بالإذن من الله عز وجل بأن نسأل أهل القبور أن يشفع لنا عند الله عز وجل أهل القبور أيها الإخوة يحتاجون إلى دعوة صادقة إذا أتينا المقابر ندعو لهم بالرحمة والمغفرة وأن ينزل الله عز وجل عليهم السلام والأمن هذا الذي يحتاج أهل القبور ولا ينتظرون أن ندعوهم أو أن نسألهم الشفاعة وغير ذلك فهل أذن الله عز وجل لنا إذا كان صغار الطلاب يعلمون هذا لماذا سأل الكبار من دون إذن لماذا سألوا أهل القبور من دون إذن نعم ثم قال الشيخ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتجرع على ذلك أي على الشفاعة إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى إذن فهل أبو أيوب لا يحتاج إلى إذن أو فلان أو فلان أعودوا فأوكادوا إذا كان أبو أيوب يحتاج إلى إذن فمن أعطاكم الإذن أن تسألوا أبو أيوب من أين أيتم بهذا هل عندكم أثار من علم في هذا أن تسألوا الأموات أن يشفعوا للأحياء أو أن تسألوا الأموات أن يشفعوا لمن مات حديثا أو أن يحتضنوهم أو أن يكفلوهم هل عندكم إذن بهذا ثم هل نبينا صلى الله عليه وسلم لم يتجر على الشفاعة هذا خطأ أيها الإخوة انتبهوا بالك الله فيكم عندما يأتي الناس يوم القيامة ويطلبون الشفاعة من نبي الله آدم عليه السلام فيقول نفسي نفسي فيأتون إلى إبراهيم عليه السلام فيقول نفسي نفسي ثم يأتون إلى موسى ثم عيسى كلهم يقولون نفسي نفسي وعندما يأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لم يقل بأنه لا يجرؤ وعليها صلى الله عليه وسلم إنما قال أنا لها قال أنا لها صلى الله عليه وسلم ثم يسجد تحت العش السجدة ويذهب الله عز وجل محامدة لم يكن قد ألهمه إياها من قبل فيحمد الله عز وجل ويثني عليه ويدعو الله عز وجل ثم يقال له يا محمد أرفع لأسك واشفع تشفع وسل تعطى إذن تجرى عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح أن نقول بأن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يتجرى على الشفاعة بل تجرى عليها صلى الله عليه وسلم قال أنا لها فاستأذن ربه فأذن له ربنا جل في علاه نعم أيها الإخوة ثم قال الشيخ أما أن يطلب منه الشفاعة ويظن أحد أنه يشفع من عنده أو ينفع من عند نفسه أو يضر من عند نفسه فهذا خلل في العقيدة خلل فضيع في العقيدة هكذا قال الشيخ ونقول أيها الناس هل هناك من يعتقد بأن هناك من يتحرك بقوة ذاتية من عنده أتكلم عن الأحياء فضلا عن الأموات هل هناك من يعتقد أن هناك في الكون كله من يستطيع أن يحرك ذرة إلا بإذن الله عز وجل ليس هناك من يعتقد بأن هناك ميتا يضر أو ينفع من عند نفسه لكن هناك من يعتقد بأنه لا يجوز لنا أن نسأل الأموات شيئا لأن الله عز وجل منعنا من هذا ولم يأذن لنا به جل في علا لا يجوز لنا أن نسأل إلا الله أيها الإخوة ولا نستغيث إلا بالله عز وجل أيها الإخوة طبعا فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل أما أن تستغيث بعبدا فيما يقدر عليه فلا بأس بذلك أو أن تستعين بعبدا فيما يقدر عليه فلا بأس بذلك لكن لو استعنت بعبدا فيما يقدر عليه هل تظن أو تعتقد بأنه يغيثك أو يعينك من تدقاء نفسه أبدا ليس هناك أحد من المسلمين يقول بهذا أيها الإخوة فلست أدلي لماذا نلف وندور حول المسألة ونحورها عن مسارها قال أما عن الاعتراض أنني خاطبت أبا أيوب هذا سأواجله إلى اللقاء القادم بإذن الله عز وجل حتى لا أطيل عليكم أيها الإخوة أسأل الله أن يهدينا لما فيه غضاء أسأل الله عز وجل أن ينور بصائرنا وأن نخرج من بوتقة التقليد الأعمى لا بد أن نعود إلى السنة الصحيحة أيها الإخوة ولا بد أن نتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم لا أن نعيش على التقليد الأعمى وعلى التعصب ونموت على ذلك انتبهوا أيها الإخوة انتبهوا فالدنيا إلى زوال والن يقبل الله عز وجل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا يكون خالصا لله عز وجل صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أما أن نحيد يمينا وشمالا فنعوذ بالله من ذلك أن نأتي يوم القيامة وقد عشنا عمرا مديدا ونحن على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن نسلح أحوالنا اللهم آمين وإلى لقاء قريب بإذن الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر